اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم تكنو اندرويد. طبعا موضوعنا اليوم هو عن حل مشكلة التطبيق ليس مثبت. طبعا نحن شرحنا في حلقة سابقة عازه المشكلة ولكن يجد حل ثاني لم يعمل ذلك الحل مع جميع الناس. طبعا الحل بسيط جدا ولا يحتاج لاي برامج فقط خطوة بسيطة يجب التحقق بها في الجهاز. طبعا قبل ان ابدأ اتمنى ان توصلوا هذا الفيديو الى عشرة الاف لايك وان تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. ارجو ان تبقوا معلوم. طبعا كل ما عليكم فعله هو اثناء تنزيل اي تطبيق عليكم اول خطوة هي التوجه والتأكد انه هذا التطبيق غير مسبت عنه. يعني مثلا نحنا بننزل مسنجر كتب انه التطبيق غير مسبت. يعود الامر انه نحنا مسبتين هذا التطبيق في مرة سابقة. راح نجي نلاقيه مسبت هون. ازا ومن ثم يعني نتوجه الى المفاقات ووحدة التخزين الداخلي. راح نبحث عن مجلد مسنجر هون وراح نقوم بحزفه. مسلا ازا عم نزل تطبيق مسنجر او تطبيق اللي عم نزله. راح نحزف المجلد تابعه وراح نسبت التطبيق وراح نلاقيه انه تسبت. طبعا هاي هي الحل الاكيد للمشكلة. وازا ما زبط هذا الحل فارجعوا الى الحل السابق اللي راح اترك لكم رابط في اسفل هذا الفيديو. شكرا للمتابعة واتمنى ان يكون افادكم الشرع.